عثر على جثة امرأة بمحاذاة حديقة حيوانات في كريات موتسكين بمنطقة حيفا وتلقت الشرطة الاسرائيلية بلاغا حول العثور على الجثة مدفونة في حيز ورشة بناء في الوقت الذي لم تعرف هوية الجثة بعد هذا وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة واعتقلت مشتبها في الاربعينيات من عمره ورجحت ان تكون الخلفية جريمة قتله وفي مدينة حيفا قتل شاب في الاربعينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة اطلاق نار ومنذ مطلع العام الجاري هذه الجريمة السادسة في اوساط المواطنين العرب في حيفا والثالثة والثمانين في المجتمع العربي على التوالي وفي تطور اخر اصيب طفل يبلغ من العمر خمسة اعوام بجروح متوسطة في جريمة اطلاق نار ببلدة كفر يسيف وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة